اشتركوا في القناة مع الحكومة الإيرانية مع إيران على نزع سلاح أو تهجير جماعات هم قالوا نزع سلاح لكن تهجير جماعات معارضة إيرانية من شمال العراق تهجيرهم وخراجهم من المنطقة التي يعيشون بها هم لاجئين يعني والعالم كله والرأي العام العالمي ودول العالم تعرف وجودهم دولة معارضين للنظام الإيراني موجودين في العراق مثلما موجودة معارضة في كل دول الدنيا ضد أنظم معينة والدول تحترم هذه المعارضة مدامة هذه المعارضة تحترم نفسها وتحترم موجودها في هذا البلد وتحترم قوانينه وسيادته في بلد مثل العراق لا سيادة ولا استقلال وإيران تتحكم به به كيفما تشاء هناك يعني معايير مزدوجة نكيل بميكيالين بنفس القضية تركيا تطالبنا تطالب العراق بأنه حزب العمال الكردستاني البكحكة منظمة إرهابية باعتراف دول الدنيا كلها وحتى الأمم المتحدة يا بطلعوهم من العراق أو نعاونكم حتى نتخلص من عدهم أو نبعدهم نزع سلاحهم لا تستمع الحكومة لهذا الرأي لكنها تستمع لإيران التي تقصف العراق ولديها ميليشيات بالعراق تستحكم بالعراق تستمع إليها وتذعى لها وتنفذ ما تريده وهذا نفس الوضعية تكررت مثلها بالضبط عام 2013-2012-2013 عندما تم إخلاء معسكر أشرف اللي كانوا بمعارضة إيرانية من مجاهدي خلق بمحافظة ديالة شرق بغداد وهججوهم بليلة سودة وهدوا عليهم الميليشيات الإيرانية وجرى ما جرى وكانوا ذولا موجودين اللاجئين في العراق قبل 2003 لكن هجرهم إيران لا تريدهم هذا نفس الوضع عوائل أكثر من 20 ألف نسمة سيهجرونهم بهذه الطريقة وإيران تتهدد تضطي تاريخ معين تقول إذا منفذوا العراق وحضرت قوات دخول العراق ولا أحد يستطيع أن يمنعها حزب الديمقراطي الكردستاني ناشد ووجه نداء الحكومة السوداني عام الشيعة السوداني قال له بالنداء قال له أنه إيران سوف تهاجم مخيمات اللاجئين وذول اللاجئين يعني عزل وسياسيين كرد ساكن يمشي موالي العراق وهي تستعد لاجتياح البري وطالبوا بالنداء حكومة السوداني بذل الجهود واتخاذ الإجراءات لمنع حدوث مثل هذا الأمر وحماية هؤلاء اللاجئين الإيرانيين والعزل من بطش السلطات الإيرانية لكن أسمعته إذ ناديت تحيا ولكن لا حياته لمن تنادي الحكومة لم تسمع يعني عشرين ألف معارض إيراني يجلوهم أعباء أمنية وإنسانية عليهم ومصيبة كبيرة جدا هذا كله لعيون إيران لخاطر عيون إيران لكن غير دول عندما تكون عندها منظمات إرهابية تعمل في العراق مثل حزب العمال الكردستاني وفجر هنا وفجر هنا وقتل هنا وفجر حتى في داخل أربيل لكن يوم واحد من الجسور ملمشات فجرها قبل أيام وحكومة أربيل يعني اتهمته بشكل واضح أنه البكة كذا ولا هم حزب العمال الكردستاني هم من قاوة التمجير لكن لا أحد يتحرك ولا وسيطرون على مناطق مناطق عراقية وتحكمون بها ومدن عراقية وتحكمون بها والميليشيات تزودهم بالسلاح والأموال والحماية لماذا؟ لأنه إيران تريدهم تريدهم خنجر ضد من تراهم ضد سياساتها سواء داخل العراق أو خارج العراق هذا هو واقع الحال أما هي عندها معارضين أكراد بشمال العراق مسالمين غير مسالمين يجب أن تزيحهم وتذبحهم وتبطش بهم يجب أن يكون العراق ساحة خالية من أي من أي شيء يكدر يعني مزاج إيران ونفسيتها إيران يعني تعتبر الساحة العراقية ساحتها ويجب أن تكون خالية وتكون مؤازرة ومؤيدة لها مئة بالمئة فلذلك هذه الحكومة هذه الحلقة السابقة كنا نتحدث عن أن 78% من الشعب العراقي يؤيد هذه الحكومة يؤيد هكذا حكومة إرادتها وقرارها عديرة في طهران شلون يؤيدها؟ ذول العراقيين اللوبات اللي لا أسكتون عن الضيم دعاك من شيعي وسني وكردي وهذه كلها مسميات جدي بعد 2003 وهذه الشعب العراقي رافضها والشعب العراقي متصالح مع نفس المجتمع أقصد أما هذه الطبقة السياسية فهذه الطبقة الشاذة وطائفية وفيها لوثة بالعقل والفساد أعماهم وخيانتهم للبلد أعمتهم حقيقة وهؤلاء يتصرفون بهذا الشكل فأن تتعامل الدولة وهي تسمي نفسها دولة وهي مدولة تعامل يعني تكيل بمكيالين لقضية واحدة في قضية واحدة هذه غير مقبولة وهذه تخلق أو تصنع علاقات دولية متوترة مع دول أخرى لا تتخبك تنظر إليك نظرة فيها شك وفيها ريبة لماذا تتصرف هنا بهذا الشكل ولا تتصرف هنا بنفس الشكل وهذا سؤال حقيقي الشعب العراقي يسأله مو الأتراك يسأله ولا أحد غيره مسأله ولا لا يعني هذا وضع طبيعي جدا هذا ليس دفاعا عن تركيا ولا دفاعا عن فلان طرف ولا فلان طرف لا هذا دفاعا عن عراق مستقل كامل السيادة وكامل الاستقلال لا يقبل الآخرين يحددوا له مساره ويحددهم قراراته العراق عند لاجئين معترف بهم دوليا وموجودين هو مسؤول عنهم ولا تستطيع أي دولة أن تتدخل وهو يحميهم وهو يجلسهم في المكان الذي يراه مناسبا لهم ولا أحد يستطيع أكثر من مرة ضربت صواريخ إيران على العراق ماذا فعلتم ماذا فعلت كل هذه الميليشيات التي تقول أنها ميليشيات هي تقول أنها فصائل مقاومة وهي جاءت من أجل الوطن والعراق والمظلومية ماذا فعلت سكتت وأيدت القرار الإيراني أيدت قصف إيران لأراضي العراق هذا لا يمكن قبوله هذا يدلل على أنه في العراق لا يوجد سياسة هناك فوضى هناك بلد به فوضى وهناك خراب ودمار ورؤية مفقودة وإرادة غير متوفرة إرادة وطنية غير موجودة هؤلاء كلهم أجراء وتقودهم إرادات خارجية وقرارهم ليس من عندهم غير موجود في بغداد قرار موجود في طهران موجود في واشنطن موجود في مكان آخر لكن مو في بغداد هذا واقع الحال وحتى قرار الميليشيات عندما تتصرف قرارها موانا قرارها يجيها من إيران يعني تقصف السفارة الإيران تقصف المنطقة الخضرة وفجأة تتوقف ويعني ترحب بالوجود الأمريكي وترحب بالسفارة الأمريكية والدبلوماسية وكذا ما الذي يتغير إيران تعطي الأوامر بالقصف وتعطي الأوامر بالتوقف هذا وضع العراق فبالتالي لا أحد يتحدث عن دولة وجود دولة وجود حكومة مع الأسف الشديد هذا وضع العراق وهذا وضع سياساته وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم